اليوم سنتعرف على متى يمكنكم استعمال لمبغفة وعلى كيف تصرفون أي فعل كيفما كان في لمبغفة بتطبيق قاعدة بسيطة ثم نتعرف على بعض حالات الأفعال الاستثنائية ونعطي أمثلة لأفعال مصرفة في لمبغفة إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت تتعلم على يد أستاذ خبرتها في التدريس تبدأ منذ سنة 1999 من خلال قناة لتعليم لغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف إذا أردنا أن نترجم لمبغفة إلى العربية نقول الماضي المستمر غير أن هذا المصطلح أصلا غير موجود في العربية لذا أحبد أن تحفظوه كما هو بالفرنسية أي لمبغفة وتتعرفوا على كيف تصرفون الأفعال في هذا الزمن ومتى يمكنكم استعماله في حديثكم وكتابتكم ورجاء لأي شخص يرى أن هذه القناة قد تكون فيها معلومات مفيدة لأشخاص يرغبون في تعلم لغة الفرنسية رجاء لا تجعلوها تتوقف عندكم وساعد غيركم أن يصلوا إليها شاركوها مع أصدقائكم في مواقع تواصل اجتماعي فيسبوك تويتر إلى آخره فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله إذن لنبدأ على بركة الله إذن l'imparfait est un ton du passé هو زمن نعبر به عن الماضي مثله مثل le passé composé يستعملوا l'imparfait للوصف pour le decor et la description نصف به الأشخاص الأشياء الأحداث التي وقعت في الماضي مثل il faisait froid la zarebre était gelée mais les enfants jouaient quand même dans le jardin كان الجو بارد الأشجار متجمدة ومع ذلك الأطفال يلعبون في الحديقة يستعمل أيضا للتعبير عن عادة تتكرر يعني une habitude وقد تستمر هذه العادة أيضا في الحاضر والمستقبل نأخذ مثلا كل يوم يستيقض على الساعة السابعة صباحا يستعمل أيضا للتحدث عن حدث يستمر لفترة ليست بالوجيزة ليست بالقصيرة مثل quand elle était petite elle passe ses vacances à la compagne عندما كانت صغيرة كانت تمضي عطلتها في البادية إذن المدة التي كانت فيها صغيرة لم تكن قصيرة كانت طويلة طبعا والمدة التي قضتها في البادية كانت طويلة مدة الإجازة لذا استعملنا l'imparfait عكس le passé composé الذي يعبر عن مدة قصيرة إذا أردتم تعرف على متى تستعملون l'imparfait و متى تستعملون le passé composé ستجدون فيديو في القناة يشرح ذلك سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف يستعمل أيضا l'imparfait للحكي le récit مثال il était une fois une princesse qui avait deux soeurs et cetera في قديم الزمان كانت هناك أميرة لها شقيقتان إلى آخره الآن لنتعرف على كيف نصرف الأفعال في l'imparfait نأخذ الطريقة الأولى هذه الطريقة تصلح مع جميع الأفعال باستثناء فعل واحد فقط هو être إذا كنتم تعرفون كيف تصرفون الأفعال au présent فستتتبعون الخطوات التالية أولا نصرفو الفعل أو PRESENT مع نو première personne du pluriel لنتعرف مثالا مثالا le verbe Prendre نصرفوهو أو PRESENT مع نو نحصل على نو Prenant ثانيا نحذيفو لترمينازون ONS ونحتفضو بلرادكال لدي هو Pren ثالثا نضيفو لترمينازون دو للمبارفاة والتي هي AIS مع جو AIS مع تُو AIT مع إل أل أون IONS مع نو IEZ مع vous AIMT مع إل وَأَل دو pluriel ونقرأ فقط ملاحظة عليكم أن تنتبهوا إلى النطق الذي يكون مع لأنها تتشابه تماما في النطق لكن الكتابة طبعا تختلف نأخدو مثلا آخر هذه المرة un verbe du deuxième groupe يعني الذي ينتهي ب I-R في الأخير مثلا رمبلغ إذن قلنا أول شيء هو أننا نصرفوه au présent مع نو نو رمبلسان ثانيا نحذيفو لترمينازون ONS ونحصلو على لرادكال رمبلس ثالثا نضيفو لترمينازون للمبارفة والتي هي A-I-S A-I-S A-I-T I-O-N-S I-E-Z و A-I-E-N-T ونقرأ J-A-VEЙ TU-AVEY IL-AVEY NOUS AVION VOUZ AVIEYS IL-ZAVEYS أما الطريقة الثانية فهي الكلاسيكية المعروفة بالحفظ عن دهر قلب كل فعل على حيد خصوصان بالنسبة لي المترجم للقناة المترجم للقناة الآن تحفظ عن ظهر قلب لأنه ليس لها قاعدة خاصة أو تطبق عليها القاعدة التي قلنا في الأول لنبدأ كمثال لنأخذ كمثال لن تطبق عليها الطريقة الأولى فسنصرفوه مع نوى وبرزن ثم نحذفو ونحصل على لغاديكال ونضيفو له لترمينازن التي لا تتغيير ثم نقرأ هنا أزلنا لأنه إذا التقات في بويل نحذفو الأولى لذلك حدفنا الأولى وعوضناها بأبوستخوف الآن لنصرف لنصرف البرب اتر الذي قلنا عليه أنه حالا ستنائيا لا يخدع لقاعدة لبرزن نقول ايضا من الأمور الهامة التي ينبغي الانتباه لها هي الأفعال التي تنتهي ب لا تنسوا إضافة مع حتى لا نقرأها أيضا الأفعال التي تنتهي ب لا تنسوا إضافة بعد حتى لا نقرأها شيء آخر مهم لا ينبغي أن تخلطوا بين البرزن و الانبارفة بالنسبة للأفعال التي تنتهي ب اي ار و اي ار و ج اي ار و اي دزل اي ار فالخلط هنا يكون فقط في النطق لأن الانترمينازون تقرأو ي سواء في البرزن أو في الانبارفة غير أن الانترمينازون تختلف يعني الانترمينازون دي لسأت هي الانترمينازون دي الانبارفة فمثالن لذي 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 كريه او نكتوب نو كريان الانبارفة نكتوب نو كريان إذا نفس نطق ولكن لذي الانبارفة كما ترون مكتوب ب اتنان من اي دي نفس شي معا و كريه او كريه و كريه الانبارفة فالذي فالذي كريه مجله دي كريه معا آدم دي لذي كريه فالذي ن وهكذا مع باقي الأفعال الأخرى التي تنتهي ب فقط يكون التشابه في النطق أما القاعدة فتطبق عليهم مثل ما تطبق على باقي الأفعال إلى هنا تنتهي حلقة اليوم أتمنى أن يكون الدرس واضحا لا تنسوني من صالح دعائكم وإلى درس آخر بإذن الله ترجمة نانسي قنقر